اه يا ليلة وصلت على نبي اه يا ليلة وصلت على نبي يذكر الله وانت ماشي اه يا ليلة وصلت على نبي ولا تلهيك السلام اه يا ليلة وصلت على نبي باش تحيل قلب الرشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطريقة لنجحة بزاف و تماما بحل اللي كنشروع على برة و غد نعطيكم جميع الاسرار ديالو نبدأ على بركة الله بالمكونات اللي غد نحتاج في التيراميسو اول حاجة غد نحتاج ليبو دواغ اللي كيتباعوا في اي محل تجاري علبة وحدة فيها ميتين جرام و غد نحتاج علبة صغيرة ديال الكريمة الخاصة بالحلويات اللي كتكون فيها ميتين ميليليلتر و عندي جبنة الماسكا خبون الخاصة بالتيراميسو سنحتاج غير علبة وحدة و عندي هناك كيمية ديال الكاكاو الحلو هذا فقط غير التزيين و عندي هناك تقريبا جوج مع ديال السكار غلاسي او السكار فودر بالنسبة لي انا درت الكريمة المسوسة شوية نقصوا من الكيمية السكار و عندي هنا قهوة سريعة الدوبان سوف يدوم المكونات اللي اللي غد نحتاج كيف ما تشوفوا معيارها مقادر بسيطة بثاف و غير مكلفة قارنة بالوصفات الاخرين ديال تيراميسو انا كنحاول دائما نجيب لكم الوصفات اللي كتكون سهلة بثاف و لا تأخذ مجهود كبير و لا تأخذ بثاف المقادر سوف اخذت هنا واحد الاناء اللي درت فيه المطايب و سوف ندر فيه قهوة سريعة الدوبان و سوف نحركه بزيال و نجعله على جنب حتى يبرد ضروري يجب ان يكون بارد او لا دافي لا تجعله سخون لكي لا يخسر لكم البدواغ سوف ندوز لكي نقدر الكريمة و سوف ندرها هنا في واحد الاناء و سوف نضيف عليها السكر كيفما سبق ليا ذكرت لكم الى كانت عندكم الكريمة حلوة لا تحتاجوش نهائيا انكم تضيفوا لها السكر و تبقى دائما على حسب النوعية اللي استعملته سوف يخصها تكون على هاد الشكل هذا لا تكون عاقدة بزاف و سوف نضيف عليها العلبة المسكة سوف نعاود الدباء و نضيف كل شيء جيد تقريبا 10 ديال ثواني حتى ال 15 ثانية سوف نحبس لا يجب عليكم لا تطربوها بثاف نجيب هنا واحد المول سوف نقدم تيراميس و ندوزها في القهوة سريعة الدوابان اللي خلطتها مع المسخون و نستفهم هالطريقة عادي لا نفزقهم كاملين حيث اصلا باقي كيزيدوكي يفزقو بالكريمة يعني إذا فزقتوهم كاملين و ندرنا عليهم الكريمة سوف يقومون بزقين بزاف و سوف يقومون بزاف سوف نفزقو لهم غير ذاك التحت ديالهم سوف نستمر هكا حتى ندير طبقة كاملة اللي بودواه و نعود نرجع معاكم بعد مستفهم كاملين سوف ندير طبقة فوق منهم ديال الكريمة و المسكة خبوم سوف نحاول نقضها كاملين بذيان باش ما تجينيش واحد الجيها طالعة و واحدها هابطة سوف نقضي من بعد نقضي السطح لكي تجيني متساوية و لا تأتي ميلة من جهة و سنعاود ندير طبقة اخرى ديال البودواغ من بعد ما استفتهم كامل سنعاود ندير طبقة اخرى ديال الكريمة و نعاود نقدلها السطح ديالها من بعد ما قدت لي السطح دياله خديت هنا واحد صفاية و قدرت فيها الكاكاو حلو اللي ذكرت لكم في الاول مع المقادر و سنزينوها كبن الفوق دائما تزين كي بقى على حسب الطوق سوف نديرو فتلاجة حتى الوقات ديال الفطور ان شاء الله و نخرجه ضروري خصو يكون بارد مزيان نديرو بالوصفة الثانية اللي هي عبارة على دجاج كينتاكي بطريقة اللي ناجحة بزاف احسن بزاف من اللي كيتباع لبرة نبدأ على بركة الله بالمكونات اللي غادي نحتاج فيه عندي هيا كيلو ديال الفخوضة ديال الدجاج من طبيعة الحال اللي غسلتهم بزيان و خليتهم حتى قطرهم الماء و حيتليهم الجلدة ديالهم غادي نحتاج معاهم كاس عامر ديال الحليب و غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال الملحة و معلقة صغيرة ديال سكنجبير و معلقة صغيرة ديال توما ببودر و معلقة صغيرة عامره مزيان ديال الخرقهم البلدي و جوج معالقة ديال التحميره باش كتعطينا اللون و جوج معالقة ديال النشا او اللامي و معلقة صغيرة ديال البزار نحتاج كاس ديال دقيق الفورص و عندي نص كاس ديال الماء غير الى حتاجيته و غادي نضيفه اما بنسبيلك الخالط هو هادك ما غاديش نزيده و عندي واحد الياغور طبيعي و عندي نص حامضة معصورة او ل الخل ديال الحامض و غادي نحتاج بيضه صفي هاده هما المكونات اللي غادي نحتاج نبدو على بركتي الله بطريقة التحضير غادي نناخد الفخيضات ديال الدجاج غادي نقلبهم في واحد الاناء اخر حتى كنوجد الخالط ديالي عاد كنديرهم نبدو ننضيف المكونات كاملة زيت الملحة و السكنجبير و الخرقهم البلدي و غادي نضيف التحميره و البزار و غادي نضيف ميزينة او لنشا جوج معالغ كبار و غادي نضيف التومة بودر و غادي نضيف نص حامضة معصورة و غادي نضيف بيضة و غادي نزيد عليهم الياغورد و غادي نضيف باش نخلص دوكل نواشيف كاملة مزيان و غادي نضيف عليهم الكاس ديال الدقيق و غادي نضيف كاس ديال الحليب و في نفس الوقت و انا كنحرك باش ما يتحببش لنا الخالط بالنسبة لكم انتو مائي لجاكم الخالط بزاف و غادي نص كاس ديال الماء انا جاني هو هادك حيث على حسب الدقيق كين دقيق لي كي يشرب و كين دقيق لي ما كيشربش انا بالنسبة لي جاني هو هادك يعني ذاك نص كاس ديال الماء ما غاديش نضيفه صاف من بعد ما خلطت الخالط ديالي مزيان غادي نضيف لها في خيضة ديال الدجاج غادي نحاول ان نلبسه كامل بديك العطرية و غادي نخليه تقريبا من ساعة او ثلاثة ديال السوية قدمك تخلي وهو يشرب ديك العطرية قدمك يجي احسن صافي غادي نديرهم كاملين في ديك العطرية و غادي نغطيه بالسلوفان و نخليه حتى الوقات ديال الفطور ان شاء الله و عاد غادي ندوز باش نكمل معاكم المراحل مراحل صافي من بعد ما خليت الدجاج ديالي قريبا لمدة ساعتين سوف ندوز باش نكمل مراحل ديالو عندينا يجوج كيسان ديال الدقيق و واحد المعلقة ديال الخميرة ديال الحلوة او لصشية واحدة سوف نحتاج معاهم البزار سكنجبير و الخرقوم البلدي و الملحة و التحميرة و الجوج معالق كبار دينشا او اللامايزينا سوف يكون هدوم المكونات اللي غادي نحتاج غادي نجيب هنا واحد اللي ايناء غادي ندير فيه دقيق و نضيف و نقوم بشيات خميرة حلوة و نضيف و نقوم بشيات و نضيف بشيات العطرية الكاملة البزار و سكنجبير و نضيف بلدي ونضيف الملحة دائما الملحة تبقى على حسب الطوق ونضيف التحمير على حسب اللون نخلط كل شيء مزيان ونأخذ كل خيضة التجاج ندوزهم في الدقيق اللي درنا فيه العطرية ونضيف الملحة ونضيف الملحة ونضيف الملحة اللي يكون دائرة فيها الزيت كتسخن ضروري خاصة الزيت كتسخن بذيان سوف نضيف الملحة ونضيف الملحة مباشرة مساعدة نريد الطيلة للتضحي ونضيف الملحة الійсьيع بطبيع جيدة سوف نحمره من الجواهي بجوج ونعود نرجع معكم سوف ندوز هذا لكي نوجد العاصر لدينا كمية الشريحة تقريبا ساعة كاملة وهي تفزق في الماء لكي ترطب وكتحل نضغية وكي تحيد من هذا الطراب سوف نضغي هنا في الخلط الكهربائي سوف نضيف معها جوج بانانات لكي يكونوا متوسطين سوف نضيف معهم إطرولاروب الحليب سوف نضيف معهم واحد الياغورت الفاني سوف نضيف معه جيد سوف نضيف معه جيد سوف نضيف معه جيد هذه هي الطبيعة الفطور اليوم سوف نضيف معه جيد أخرج من البيج سوف نضيف معه جيد الماضح لهم أنا متأكدة يا لم يكن أردد من هذا الطراب سوف نضيف معه جيد سوف نضيف معه جيد سوف نضيف معه جيد السيطب وهذا هو العاصر اللي شركت معاكم أنا غدي نحليكم التراميسو وغدي نحليكم كذلك شوية ديال الدجاج باش تشوفوا كيفاش كي يجي طايب من الداخل وكنتمنى أن هاد الوصفات اللي شركت معاكم منه الإعجاب ديالكم وما تنسوش تخليوا ليه تعاليق ديالكم وليجيم ديالكم باش هكا كتحفزوني وكتشجعوني أنا نزيد نشرك معاكم وصفات جداد ومرحبا بالناس الجداد اللي ينضموا معنا للقناة وكنتمنى أنكم تزورونا في الابليكاسيون ديالنا اللي بإسم شهي وات اوما اللي متوفر على بلاي ستور والأب ستور اللي فيها جميع الوصفات العربية والعالمية ونخليكم ونطلقوا في فيديو قادم إن شاء الله مع وصفات جديدة وشكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة